موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائه الله بالصف الثامن ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقة جديدة من حلقاتنا في مادة العلوم مازلنا بنكمل سويا الجزء الخاص بالكيمياء والنهاردة إن شاء الله الحلقة بعنوان المركبات الكيميائية تعالوا في البداية نتذكر مع بعض الحلقات اللي سبق ودرسناها عن العناصر وكنا وقتها عرفنا العنصر وقلنا إنه بيتكون من نوع واحد فقط من الذرات تعالوا نتذكر بأمثلة عندي مثلا ذرة عنصر مثل اليود أو الصوديوم أو الزئبق أنا ليه أطلقت على هذه الصور اسم عناصر لإن جميع الذرات من نفس العنصر يعني جميع ذرات عنصر اليود فقط اليود وجميع ذرات الصوديوم فقط تنتمي إلى الصوديوم وهكذا يعني ما فيش أي ذرة عنصر آخر بتدخل معها في التركيب الكيميائي أما المركب فبيكون معايا الوضع مختلف قليلا من اسمه مركب معنى كده إنه ممكن يكون عندي اتحاد أكثر من عنصر ويكون لدي المركب وممكن نقوم بعمل معادلة بسيطة يعني مثلا عنصر بالإضافة لعنصر آخر يعطيني مركب وممكن المركب يتكون من أكثر من عنصرين ثلاثة زي ما هنشوف بعد كده في مراحل دراستنا في مادة العلوم معانا مثال لتكوين مركبات المركبات بيتم تكوينها من خلال روابط كيميائية بين ذرات العناصر زي ما شايفين موجود معانا في هذا الشكل عندي هنا عناصر مختلفة مميزة بألوان مختلفة زي مثلا اللون الأخضر واللون الأحمر واللون الرماطي هذه عناصر لذرات مختلفة وأيضا لدي الذرات مميزة باللون البيضاء لتكوين مركب بيتم الربط بين ذرات العناصر بروابط كيميائية تعالي نشوف أمثلة لبعض المركبات زي مثلا عنصر السوديوم وعنصر الكولور ممكن ترتبط ذرات العناصر اللي موجودة معانا وبيحصل عندي تكوين مركب بنطلق عليه مركب كولوريد السوديوم واللي معروف يعني تجاريا باسم ملحة الطعام أما كولوريد السوديوم ده الاسم الكيميائي لهذا المركب تعالوا نشوف دلوقتي صفات كل عنصر من العناصر المكونة للمركب وهل يا طرق المركب الناتج ممكن يختلف مع صفات العناصر الدخلة والمكونة للمركب؟ تعالوا نشوف مع بعض صفات كل عنصر وبعدين قدرس صفات المركب المكون لهذه العناصر لو بدأنا بعنصر السوديوم إذا تذكرنا مع بعض أن عنصر السوديوم بيقع في المجموعة الأولى طرح ما في المجموعة الأولى يبقى هنصنفه أنه هو من الفلزات بالإضافة طبعا أنه هو مادة صلبة وأيضا لونها فضي لامع زي ما هو واضح معانا ممكن يكون لونها قريب إلى الرمادي وإذا تذكرنا أنها كانت شديدة التفاعل مع الماء وده بيكون عندي شكل عنصر السوديوم أما عنصر الكولور تعالوا نشوف صفاته عكس صفات السوديوم السوديوم كان فلز هيكون الكولور لا فلز الكولور مادة غازية أما لونه هو عبارة عن غاز لونه أصفر الغاز بيكون سام جدا وده طبعا الشكل الواضح معانا صفات عنصر الكولور زي ما احنا شايفين أنه فيه اختلاف وتباين كثير جدا بين صفات كل من السوديوم والكلور إنما عند اتحاد السوديوم مع الكولور وتكوين مركب من كولوريد السوديوم بينتج عندي مركب آمن جدا وبتختلف صفاته عن صفات العناصر المكونة له زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي صفات كولوريد السوديوم كالتالي احنا ما زلنا بنتكلم عن ملح الطعام بنجد إذا تأملت ملح الطعام اللي موجود عندي يعني في كل منزل وما قدرش أستغنى عنه فيه الطعام بنجد إن صفاته كالتالي طبعا مادة صلبة عبارة عن بلورات بيضاء بالإضافة طبعا إن بستخدمها بأمان تام وليست سامة وأيضا تذوب في الماء بدون أي تفاعل ولا يتسبب عنها أي تفاعلات احتراق أو تصاعد غاز يعني آمنة جدا دي بعض الصفات الفيزيائية اللي أنا ممكن ألاحظها لملح الطعام أو كولوريد السوديوم اللي موجود عندي فيه المنزل طبعا يوجد بعض الصفات الأخرى إنما هذه هي الصفات اللي أنا قدرت ألاحظها تعالوا نشوف دلوقتي ونقارن بين مركب كولوريد السوديوم وكل عنصر من العناصر المكونة له تعالوا ننظم كده إجابتنا داخل جدول هجل إن كولوريد السوديوم زي ما قلنا مكون من بلورات بيضاء صلبة أما السوديوم كان صد اللون ولامع لأنه فيلز كولوريد السوديوم يمكن تناوله بكل سهولة وبكل أمان أما السوديوم لا يمكن تناوله أبدا لأنه بيصدر عنه احتراق شديد وتفاعل مع الماء زي ما احنا شايفين إن الصفات المركب تختلف تماما عن صفات العنصر طيب تعالوا نجري نفس المقارنة مع كولوريد السوديوم المركب والعنصر الآخر المكون له يعني الكولور بجد إن كولوريد السوديوم ممكن أغير وجه المقارنة بجد إن هو مادة صلبة بينما الكولور عبارة عن غاز كولوريد السوديوم آمن وغير سام أما الكولور يعتبر غاز سام وبكده تأكدنا فعلا إن صفات المركب بتختلف تماما عن صفات العناصر المكونة له تعالوا بقى دلوقتي نشوف مع بعض قواعد تسمية المركبات على أي أساس يتم إطلاق وتسمية المركبات الكيميائية إحنا كان معانا المثال في بداية الحلقة كولوريد السوديوم تعالوا نشوف مع بعض الأساس العلمي للتسمية إذا كان المركب بيحتوي على فلز بيأتي اسم الفلز في نهاية المركب فاكرين إحنا قلنا إيه؟ كولوريد السوديوم السوديوم في لز فعلا الإسم جاء في نهاية المركب عندي قاعدة أخرى إذا كان المركب بيحتوي على لافلز يبقى ضرورة إضافة المقطع إيد زي بالضبط ما حصل في الكولور وأطلقت عليه كولوريد وهنا بيكون عندي المركب الكيميائي تسميته بهذه الطريقة اللافلز في البداية مع إضافة المقطع إيد أما الفلز بيكون في نهاية المركب وبكده يكون عندي كولوريد السوديوم تعالوا نشوف القاعدة الثالثة في بعض الأحيان بيشير المركب إلى عدد كل نوع من الذرات المكونة له يعني مثلا زي ما بقول ثاني أكسيد الكربون معنى كده إن هذا المركب بيتكون من ذرتين من الأكسوجين وذرة من الكربون ممكن مثلا أقول أول أكسيد الكربون معنى كده إنه بيتكون من ذرة واحدة من الأكسوجين وذرة واحدة من الكربون أما القاعدة الأخيرة إذا كان المركب بيحتوي على ثلاث عناصر مش عنصرين إنما ثلاث عناصر يكون من بينها الأكسوجين بيبدأ عندي المقطع اللافلز أضيف له المقطع آت زي ما نشوف دلوقتي كمثال كربونات الكالسيوم اتفقنا إن الشق الفلزي بيأتي في نهاية المركب وعندي الكالسيوم من الفلزات أما كربونات فهي مكونة من الكربون والأكسوجين فأبدأ أضيف المقطع آت للشق اللافلزي وبتكون دي عندي قواعد تسمية المركبات لازم طبعا نقوم بالتطبيق علشان نقدر نفهم الجزء الخاص بتسمية المركبات المختلفة تعالوا نشوف مع بعض بعض التطبيقات ثم ننتقل إلى التمارين ملع عنصران المتحدان في كولوريد السوديوم أعتقد يعني الأمور واضحة جدا في كولوريد السوديوم لأن إحنا قلنا في أول حلقتنا إنه بيتكون من السوديوم والكولور أما كابريتيد الهايدروجين فبيكون من الهايدروجين والكابريد أكسيد الماغنيسيوم أكسيد بيأخذ هذا المقطع وبيشتق من الأكسوجين والماغنيسيوم أما السؤال التالي كتب طالب هذا الاسم المركب مكون من الكالسيوم والكابريد وأطلق عليه كالسيوم كابريد ما الخطأ في هذا الاسم وكيف يمكن كتابته بشكل صحيح طبعا هنا عندي الكالسيوم من العناصر الفلزية أما الكابريد من اللافلزات يبقى هنا الخطأ اللي قام به هذا الطالب أنه وضع الشق الفلزي في بداية المركب ولم يضيف المقطع إيد للجزء اللافلزي أما التسمية الصحيحة هتكون كالتالي كابريديد الكالسيوم ما العناصر الثلاثة المتحدة في نتارات الكالسيوم؟ طالما عندي المقطعات يبقى موجودة عندي في هذا المركب الأكسوجين النتارات يبقى بتشتق من النيتروجين يبقى عندي كمان نيتروجين وأكسوجين وكالسيوم ما العناصر الثلاثة المتحدة فيه كربونات الماغنيسيوم؟ نفس الأمر بدأ نطبق نفس القعدة كربونات معناها أن تحتوي على كربون وأكسوجين لأن أضفت المقطعات بالإضافة إلى الماغنيسيوم وأخيرا العناصر المتحدة فيه كابريتات الليثيوم سهل جدا واضح أن عندي هنا عنصر الكابريت ثم الأكسوجين لأن موجودة عندي المقطعات بالإضافة إلى الليثيوم كابريت وأكسوجين وليثيوم دلوقتي جمعنا مع تطبيق على التمرين ما اسم المركب الذي يتكون عند تفاعل العناصر الآتية؟ مطلوب مني أني أذكر اسم المركب من الحديد والكلور يبقى عندي طبعا هقول الشق اللي في لزي في البداية اللي هو الكولور وأضيف له المقطع إيد ثم أختم اسم المركب بالجزء الفلزي وهو الحديد يبقى عندي كولوريد الحديد السوديوم والأكسوجين أبدأ بالجزء اللي في لزي هيكون عندي أكسيد السوديوم الكالسيوم والكربون والأكسوجين طالما عندي أكسوجين يبقى بضيف المقطعات للشق اللي في لزي وهو الكربون يبقى عندي كربونات الكالسيوم هيدروجين والفلور يبقى فلوريد الهايدروجين أما البوتاسيوم والنيتروجين والأكسوجين النيتروجين بشتقي منها النترات طالما موجود عندي أكسوجين أضيف المقطعات بالإضافة للبوتاسيوم بيكون نترات البوتاسيوم بوتاسيوم ونيتروجين بيكون نيتريد البوتاسيوم تعالوا نتناول جزء آخر من التمرين إنما المطلوب مني في هذه المرة إن أذكر أسماء العناصر المكونة لهذه المركبات أكسيد الماغنيسيوم معنى كده إن موجود عندي أكسوجين وماغنيسيوم ثاني أكسيد الكربون اتفقنا إن في بعض المركبات بيكون بيدل عليها عدد الذرات المكونة لها يبقى عندي أكسوجين وكربون كابريتات النحاس طالما وجدت المقطعات يبقى لازم يدخل عندي في تركيب هذا المركب أكسوجين بالإضافة للكابريت والنحاس بيكون بهذا الشكل كولورات الكالسيوم واضح جدا إن أنا عندي في هذا المركب كلور بالإضافة للأكسوجين والكالسيوم كلور وأكسوجين وكالسيوم كولوريد الألمونيوم يبقى عندي عنصرين الكولور والألمونيوم وكابريتيد الصوديوم يبقى عندي طبعا الكابريت والصوديوم بكده تكون انتهت حلقاتنا النهاردة وعرفنا فيها طرق تسمية المركبات الكيميائية المختلفة بالإضافة لكيفية تكوين المركبات أتمنى تكونوا استمتعتوا بحلقاتنا النهاردة إن شاء الله أراكم قريبا جدا وحلقة جديدة من حلقاتنا في مادة العلوم أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته